بيّنت لكم في الحلقة الماضية من أن النصوص والأحاديث المعصومية كثيرة جداً فيما يرتبط بعالم البرزخ وما يرتبط بعذاب القبر الذي هو جزء من مكونات ومفردات عالم البرزخ فيما يرتبط بأحوال الأموات حينما ينتقلون إلى ذلك العالم بيّنت لكم من أن الأموات على أقسام هناك النائمون في مقابر النوم فبعد الموت يغطون في نومة طويلة عميقة لن يستيقظ إلا عند نفخ صور وهناك من الأموات من لا يناه وإنما سيكون مصيره في المقابر الجنانية والمقابر النيرانية كل بحسب استحقاقه وهناك من الأموات من ستنقل روحه إلى قالب برزخي إلى جسد برزخي فإما أن يكون من أهل جنة البرزخ التي هي صورة عن جنة الآخرة وإما أن يكون من أهل جهنم البرزخ التي هي صورة من جهنم الآخرة هذا الكلام مر علينا في الحلقة الماضية وأنبهكم أيضا إلى أن التفاصيل الكاملة تجدونها في برنامج دليل المسافر وهو برنامج قدمته بثا مباشرا على شاشة القمر هذا البرنامج متوفر على مواقعنا على الشبكة العنكبوتية سأأخذكم في جولة مقتضبة ما بين كلماتهم الشريفة والبداية من نهج البلاغة الشريف الطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها خطبة من أشهر خطب أمير المؤمنين الخطبة التي تعرف بالخطبة الغراء ترقم بحسب الطبعة التي بين يدي بالرقم الثالث والثمانين بداية الخطبة في الصفحة الخامسة والستين إنها الخطبة العلوية الغراء جاء فيها في الصفحة الثالثة والسبعين من الطبعة التي بين يدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا حتى إذا انصرف المشيع انصرف المشيع بعدما دفن الميت بعدما ألحد في قبره حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع المتفجع يكون قريبا من الميت إما من أرحامه من أصدقائه من أصدقائه من من هو في فاجعة عليه أما المشيع فقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع وبقي وحيدا في حفرته أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال الكلام هنا عن عالم البرزخ وهذه الصور صور تقريبية أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال إنها أسئلة يواجهها الإنسان مبهوتا هذا هو هول المطلع حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته أقعد ذلك الميت في حفرته نجيا لبهتة السؤال نجيا مخاطبا كي يخاطبه الملائكة وكي يتحدث معه أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان وأعظم ما هنالك بليتان نزول الحميم وتصلية الجحيم الحميم هو الماء المغلي الماء الذي درجة حرارته عالية جدا وأعظم ما هنالك بليتان نزول الحميم وتصلية الجحيم حرارة النار وفورات السعير وسورات الزفير السورات السورات جمع لسورة والسورة هي الشدة شدة ما يسمعه من صوت جهنم إنها جهنم البرزخ نحن لا نتحدث عن جهنم الآخرة لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة الدعة هي الفرصة الهادئة التي يزاح فيها الألم والعذاب الأمير يقول لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة ولا قوة حاجزة ولا موتة ناجزة إنه حي إنه حي ما هو بناء ولا موتة ناجزة ولا سنة مسلية السنة أول النوم النوم الخفيف بين أطوار الموتات وعذاب الساعات إن بالله عائذون كلام سيد الأوصياء واضح جدا إنه يحدثنا عن أحوال الموتى في قبورهم قطعا لا يتحدث عن الذين سيلهى عنهم الحديث عن الذين سيسألون سيمتحنون حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان وأعظم ما هنالك بلية نزول الحميم وتصلية الجحيم وفورات السعير وسورات الزفير لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة يزاح فيها الألم لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة ولا قوة حاجزة ولا موتة ناجزة ولا سنة مسلية ليس كالنائمين بين أطوار الموتات وعذاب الساعات إنا بالله عائدون هؤلاء هم سكان القبور النيرانية وسكان جهنم البرزخ إنها النار البرزخية التي سيذهب إليها من يذهب من أولئك الذين محضوا الكفر وكانوا في شدة ما محضوا من الكفر هل يحتاج الكلام إلى بيان أكثر مما أشرت إليه وبينته هذا كلام سيد الأوصية يحدثنا عن أحوال الموت بعد أن ينتقل إلى عالم البرزخ هذا ما جاء في نهج البلاغة الشريف أما الصحيفة السجادية الصحيفة السجادية التي كتبها إمامنا السجاد بيده الشريفة مما جاء في دعاء الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرر قطعا الدعاء مقتضب الدعاء يعدد الملائكة الذين نعرفهم نحن لا نعرف كثيرا عن الملائكة أعداد الملائكة هائلة جدا وإنما نعرف شيئا عن الملائكة إمامنا السجاد صلى على الملائكة الذين نحن نعرفه لأن الأدعية هذه لنا هذه ما هي أدعية السجاد أدعية الصحيفة السجادية لنا فدعاء الصلاة على الملائكة إنه دعاء للصلاة على الملائكة الذين نحن نعرفه من جملة الملائكة الذين نحن نعرفه وحدثنا عنهم رسول الله وآل رسول الله وملك الموت وأعوانه نصلي عليه على ملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف هذه العناوين تشير إلى الموضوع الذي نحن نتحدث بصدده الموت البرزخ القبر نعيم القبر عذاب القبر إلى بقية التفاصيل التي حدثتنا الآيات الكريمة عنها ومر ذلك علينا في الحلقة المتقدمة في الجزء الخامس من أجزاء نشرتنا الزهرائية هكذا نصلي عليهم وملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير إنهم المسؤولان عن المساءلة في القبر حدثنا أمير المؤمنين عن بحثة السؤال وعثرة الامتحان فهذان مسؤولان عن السؤال والامتحان وملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور ويضاف إلى منكر ونكير يضاف إليهما رومان والحديث طويل طويل عريض عريض نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم بل وفي جيوبكم في أجهزة الموبايل دعاء أبي حمزة الثمالي مثال من الأمثلة أنموذج من النماذج وهو مروي أيضا عن إمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه لكن ليس من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة من العبائر التي وردت في دعاء أبي حمزة الثمالي وهي واضحة جدا فيما يرتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه البرزخ القبر نعيم القبر عذاب القبر نعيم البرزخ عذاب البرزخ هكذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي وانقلني إلى درجة التوبة إليك الداعي بين يدي الله هكذا يدعو وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فأنا آيس من خيري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف فهذه الكلمات تحدثنا بنحو إجمالي عن المجريات والحوادث والأحداث والوقائع التي ستواجهنا بعد انتقالنا من عالمنا الترابي هذا إلى عالم البرزخ هل سنكون من النائمين في مقابر النوم أم ستكون القبور روضة من رياض الجناني أم حفرة من حفر النيران أم أن المصير يقودنا إلى جنة البرزخ أو إلى جهنم البرزخ فهذا الدعاء يحدثنا بالإجمال عن هذه المضامين إنه يثبتها ويدفعنا لأن نتحدث عنها بعمق عاطفة وباستشعار وجدان وبحسرة فؤاد وبدمعة عين فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي عندما ينفخ الصور إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هذا هو الذي ينتظرنا ولازلت أقرأ من دعاء أبي حمزة الثمالي إلهي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحظ وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي الداعي هنا يطلب الرحمة عند هذه المواقف وفي القبر وحدتي وفي اللحظ وحشتي هذه المضامين تحدثنا عن الوقائع التي سنواجهها في عالم البرزخ لكن الدعاء تحدث عنها بالإجمال والإجاز وتستمر كلمات الدعاء الشريف وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي في اللحظات الأخيرة من الحياة وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي جيرتي جيراني وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي من قولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي إنه بيت جديد قد يكون روضة من رياض الجنان وقد يكون حفرة من حفر النيران لأولئك الذين سيكون مصيرهم البرزخي في هذه القبور فهناك نائمون وهناك في هذه القبور وهناك في جنة البرزخ وجهنم البرزخ كل بحسبه وجد علي من قولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي ومثال من الزيارات الشريفة زيارة آل ياسين الزيارة التي وردت من الناحية المقدسة إمام زماننا أرسلها إلينا عبر الحميري من رجال الغيبة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان نحن في هذه الزيارة نعرض عقائدنا بنحو إجمالي بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فمثلما نقول له وأشهد أنك حجة الله الخطاب مع بقية الله صلوات الله عليه وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن الموت حق أن الموت بتفاصيله وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق إلى كل العناوين الأخرى التي ذكرتها الزيارة الشريفة فمن جملة هذه العناوين وأن الموت حق وما يلقاه الميت عند موته وما يلقاه الميت بعد انتقاله إلى عالم البرزخ ومن جملة تلك وقائع المساءلة وأن ناكرا ونكيرا حق فعينما يكون الحديث عن منكر ونكير فإنه سيتفرع إلى وحشة القبر وإلى ضغطة القبر وإلى نعيم القبر أو عذابه فعذاب القبر مفردة واضحة من مفردات عالم البرزخ تحدثت الآيات عنها وتحدثت كلمات المعصومين وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة هذه زيارة مفردة زيارة لإمام زماننا آتيكم بمثال من زيارات الجامعة إنها الزيارة الرجبية التي وردتنا عن إمام زماننا من خلال سفيره الثالث الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه التي أولها الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب هكذا جاء في التوقيع الشريف زر أي المشاهد كنت بحضرتها في رجب هذه زيارة جامعة نزور بها أئمتنا في شهر رجب من جملة ما جاء فيها في آخر الزيارة وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع وخفض موسع الخفض هو العيش الخفض الحياة وخفض موسع ودعة ومهل إلى حين الأجل هذا في الدنيا وأن يرجعني أنا زائر الأئمة أدعو بهذا الدعاء في هذه الزيارة الجامعة التي نزور بها أئمتنا في شهر رجب وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع وخفض موسع ودعة ومهل إلى حين الأجل أن تكون حياتي سعيدة مريحة إلى حين الأجل ما بعد الأجل وخير مصير ومحل هذا في البرزخ وخير مصير ومحل في النعيم الأزل في النعيم الأزل في البرزخ ما دامت السماوات والأرض مثل ما مر علينا في الآيات من سورة هوت وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل السلسل هو الماء البارد النقي الصاف العذب ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل وعل ونهل النهل الشربة الأولى حينما يكون الإنسان عاطشا شديد العطش وأما العل فهي الشربة الثانية فيقال هذا عل بعد نهل للتلذذ به وقد ورد في أحاديثنا الشريفة من تلذذ بشرب بشرب الماء فإن ثوابه الجنة والماء عنوان لولاية علي من تلذذ بها وعل ونهل لا سأم منه ولا ملل هذا في البرزخ ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى حضرتكم هذا في الدنيا إذا بقينا أحياء والفوز في كرتكم إنما نفوز في الكرة بعد الموت أين كنا قبل ذلك قبل الكرة كنا هنا في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل وعل ونهل لا سأم منه ولا ملل هذا في البرزخ ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم بعد ذلك تأتي الآخرة والحشر في زمرتكم ورحمة الله وبركاته تدبروا في الزيارات ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر والذي يقرأ من دون تدبر لا خير في قراءته لا خير في زيارته فهو لا خير فيه ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر هذا كلام سيد الأوصية صلوات الله وسلامه علي أقرأ عليكم عبائر الزيارة مرة أخرى هي صريحة وواضحة في نعيم البرزخ فمثلما هناك نعيم هناك عذاب أيضا هناك قبور جنانية وهناك قبور نيرانية القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان أو أن يكون حفرة من حفر النيران وهناك أيضا جنة البرزخ وهناك جهنم البرزخ وقد مرت علينا الآيات واضحة وصريحة في بيان هذه الحقائق في الحلقة الماضية وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع وخفض موسع ودعة ومهل إلى حين الأجل هذا كله في الدنيا وخير مصير ومحل هذا في البرزخ وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل نعيم البرزخ هو من النعيم الأزل لأنه صورة من نعيم الآخرة وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل والرحيق هو عصير الأزهار هو عصير الثمار هو العسل المصفى هو عسل النحل وهو عسل الثمار وشرابها من كل أشكالها وألوانها ومختلف أجناسها وشرب الرحيق والسلسل وعل ونهل شراب بعد شراب لا سأم منه ولا ملل ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى حضرتكم إذا كنا أحياء وأدركنا ظهور إمام زماننا والفوز في كرتكم إذا منتقنا إلى عالم البرزخ وكنا في هذا النعيم والحشر في زمرتكم إنها الآخرة هذه أيام الله أيامه الثلاثة يوم القائم حتى العود إلى حضرتكم ويوم الرجعة والفوز في كرتكم ويوم القيامة الكبرى والحشر في زمرتكم ورحمة الله وبركاته تلاحظون أن كلامهم واضح وواضح جدا تارة يحدثوننا بشيء من التفصيل وتارة بنحو من الإجمال والإيجاز والاقتضاب لكن الحديث يدور في أجواء نعيم البرزخ وعذاب البرزخ نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يديه هو الجزء السادس من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة مئتين وثلاثة وعشر إنه الحديث الثالث والعشرون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا هذا الحديث لوحده يكفينا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا المعراج المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة يمكن أن نقرأها المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة ويمكن أن نقرأها المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة بحسب التقدير القراءتان صحيحتان من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة هذه العناوين إجمالية المساءلة في القبر تعني أن الميت ليس نائما ومن أن المساءلة سيأتي بعدها ما يأتي من خلال نتيجة الامتحان فإما أن يكون هذا المسؤول من أهل النعيم وإما أن يكون من أهل العذاب الروايات والأحاديث فصلت لنا ذلك والآيات مرت علينا في الحلقة الماضية تؤصل بشكل واضح لهذه الحقائق من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا الصادق يقول ما هي هذه الثلاثة المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة هذا الجزء من بحار الأنوار بحسب الطبعة التي أشرت إليها يشتمل على العشرات من الأحاديث بهذا الشأن لكنني لا أستطيع أن أقرأ الكثير منها إنما أخذت حديثين من عشرات الأحاديث التي وردت في هذا الجزء صفحة ميتين وأربعة وثلاثين إنه الحديث التاسع والأربعون الأحاديث تستمر في هذا الجزء حتى تصل إلى رقم مية وثمانية وعشرين حديث والأحاديث في الأبواب الأخرى هي في نفس هذا الاتجاه ما يتعلق بأحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله مية وثمانية وعشرين حديث وهناك أحاديث أخرى قلت لكم في الحلقة الماضية إذا أردنا أن نجمع كل النصوص من الزيارات والأدعية والخطب والكلمات القصيرة والروايات والأحاديث فإنها تتجاوز المئتين المئتين من النصوص ويخرج بعد ذلك سفيه هنا ومعتوه هناك ينكرون هذه الحقائق هذه نتائج منهج رجل الدين الحمار أقرأ الحديثة التاسعة والأربعين عن ابن محبوب عن إبراهيم ابن إسحاق الجازي قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه إبراهيم ابن إسحاق الجازي يقول للإمام الصادق أين أرواح المؤمنين فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة أين أرواح المؤمنين الذين يموتون في الدنيا يوم القيامة لم يأتي إنما انتقلت أرواحهم إلى البرزخ إمامنا الصادق هكذا يقول أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها إنهم أهل جنة البرزخ ويقولون ربنا أقم لنا الساعة إنها ساعة القيامة لتنجز لنا ما وعدتنا قال قلت إبراهيم ابن إسحاق يقول قال قلت فأين أرواح الكفار فقال في حجرات النار في نار البرزخ يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا لا تقم لنا الساعة لأن العذاب هناك أشد ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا الرواية قصيرة لكنها جمعت كل الكلام كل ما تقدم من كلام ومن تفصيل في الحلقة الماضية وما تقدم من كلام في هذه الحلقة جمعته هذه الكلمات الوجيزة لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعيد قراءة الرواية عليكم إبراهيم ابن إسحاق الجازي يسأل إمامنا الصادق أين أرواح المؤمنين الذين ماتوا ماتوا في الدنيا وانتقلوا إلى البرزخ إنه يسأل عن خاصة المؤمنين عن خواص الصادق صلوات الله عليه أين أرواح المؤمنين فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها إنها جنة البرزخ ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا لأن النعيم في الآخرة أعظم من نعيم جنة البرزخ قال قلت إبراهيم ابن إسحاق يقول قلت فأين أرواح الكفار فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حجرات النار إنها نار البرزخ يأكلون من طعامها من طعام النار ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها مرت علينا آيات سورة مريم وآيات سورة غافر من أن النعيم في جنة البرزخ غدوا وعشية قطعا هذه مرتبة من مراتب النعيم من أن الرزق يأتيهم في جنان البرزخ غدوا وعشية وكذاك هو العذاب عذاب آل فرعون كما حدثتنا سورة غافر من أنهم يعذبون غدوا وعشية في جهنم البرزخ قلت فأين أرواح الكفار فقال في حجرات النار يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا لأن العذاب في الآخرة سيكون أعظم سيكون أشد وهذا الكافي في الجزء الثالث من الكافي الشريف هناك كم وفير من الأحاديث التي ترتبط بموضوعنا سأأخذ أمثلة نماذج منها هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئة من الباب التاسع والعشرين بعد المئة الذي عنوانه الصلاة على الناصب صلاة الجنازة كيف نصلي على النواصب إذا مضطررنا إلى أن نصلي على ناصب من النواصب إنه الحديث الرابع بسنده عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا صليت على عدو الله عدو الله هو الناصب إذا صليت على عدو الله فقل اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فحشوا قبره نارا وحشوا جوفه نارا وعجل به إلى النار إنها نار البرزخ فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع رفعت الجنازة بعد الصلاة فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه الكلام الكلام واضح في أن البرزخ فيه ما فيه من عذاب القبر أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم الإمام الصادق يقول إذا صليت على عدو الله الحديث عن صلاة الجنازة كما قلت لكم فقل اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فحش قبره نارا وحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع رفعت الجنازة فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المائتين من الباب التاسع والخمسين بعد المائة الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا والكفر محضا وأما ما سوى ذلك فيلهى عنهم هذا الحديث حديث واضح وهو يشرح لنا المضامين التي مرت في الآيات الكريمة التي تلوتها عليكم في الحلقة الماضية إمامنا الصادق يقول إنما يسأل في قبره الذي يتعرض للمساءلة والذي يمتحن وهم الذين لن يذهب إلى مقابر النوم من إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا والكفر محضا ومحض الكفر محضا وأما ما سوى ذلك فيلهى عنهم يلهى عنهم ينامون في مقابر النوم نومة طويلة عميقة مرت الآيات واضحة بهذا الخصوص في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئة من الباب الرابع والثمانين من أبواب الجزء الثالث من الكاف الشريف من كتاب الجنائس أقرأ عليكم من الحديث الرابع الذي يبدأ أوله في الصفحة الثلاثين بعد المئة عن إمامنا الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أأخذ منه بعض العبائر التي تناسب موضوع الحلقة فإذا وضع في قبره المؤمن بعد المساءلة وبعد التفاصيل المتقدمة التي ذكرها الحديث الشريف الحديث حديث طويل بإمكانكم أن تعودوا إليه بأنفسكم فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها ومر علينا ما جاء في تفسير القمي عنهم صلوات الله عليهم بخصوص الآيات الأخيرة من سورة الواقعة فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان في قبره وجنة نعيم في آخرته فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر وعن يمينه وعن يساره ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غطبان ثم يزور آل محمد في جنان رضوى هذه جنان رضوى البرزخية التي هي لمحمد وآل محمد من الذين يزورونهم أشياعهم الذين هم في جنات عدن التي مر ذكرها في آيات القرآن في الحلقة الماضية تحدثت تحدثت آيات سورة مريم عن ذلك لا أجد وقتا كي أعيد قراءة الآيات عليكم ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم هذا في عالم البرزخ جنان رضوى هي جنان محمد وآل محمد في العالم البرزخ فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت هذا الكلام قبل القيامة وقبل الظهور وقبل الرجعة حتى يقوم قائمنا أهل البيت فإذا قام قائمنا بعثهم الله بعث هؤلاء الذين هم في جنان البرزخ فأقبلوا معه مع القائم يلبون زمرا زمرا هذا الكلام ينطبق على عصر الظهور وينطبق كذلك على عصر رجعة القائم أيضا فللقائم رجعة بعد الظهور وإن كان الحديث ناظرا بالدرجة الأولى إلى ظهوره الشريف لكنه ليس مقتصرا على مرحلة الظهور فقط لأن هذا سيتحقق أيضا في مرحلة الرجعة القائمية أقرأ عليكم هذه العبائرة وهي واضحة جدا واضحة جدا في المضامين التي مرت في آيات الكتاب الكريم وما قرأته عليكم من خطب أمير المؤمنين وزياراته وأدعيته وأحاديثه وكلماتهم ألا لعنة ألا لعنة على علم الرجال هذه الأحاديث ضعيفة الأسانيين ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على منهج حوزة النجاة ألا لعنة على حوزة الطوس لقد دمروا عقيدتنا ودمروا ديننا بهذا المنهج الطوسي القذر تلاحظون أن الآيات والأدعية والزيارات والروايات يشد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا حتى يظهر بين أيدينا بنيان مرصوص متكامل إنها لوحة فائقة الجمال في دلالاتها وفي فحاويها حينما نجمع بين آيات القرآن وأحاديث آل محمد وأدعيتهم وزياراتهم وخطبهم وكلماتهم القصيرة هكذا يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإذا وضع وضع المؤمن في قبره بعد المساءلة والامتحانات فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر وعن يمينه وعن يساره ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبا ثم يزور آل محمد في جنان رضوة فيأكل معهم من طعامه ويشرب من شرابه ويتحدث معهم في مجالسه حتى يقوم قائمنا أهل البيت فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون 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 لبيك داعي الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا مثل ما نقرأ في دعاء العهد فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة داعي في الحاضر والبادي هذه أدعيته وهذه رواياته إنه بناء متكامل واحد ألا لعنة على علم الأصول ألا لعنة على منهج مرتضى الأنصاري ألا لعنة على منهج الخوئي ألا لعنة على منهج السستاني هذه المناهج التي تدمر حديث أهل البيت فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكح الناظري بنظرة مني إليه نذهب إلى فاصل